السؤال اللي بعد كده بيقول لو علي فلوس وكنت ناوي أسدها والشخص اللي مفروض أسد للفلوس ما بقيتش أشوف ولا أسمع عنه أي حاجة طيب هو مفروض بقيت السؤال اللي هو يسألني يعني طب أعمل إيه؟ تبحث عنه لأن قضاء الدين لما بيحلوا أجله بيبقى على الفور لازم تروح لما بيحل أجله تروح تسدده إيه اللي إيه ده هو سامح فيه فهو دلوقتي هو دلوقتي المفروض أن أنت بتسدد له فلوسه فتبحث عنه وهذا جزء من حسن القضاء يعني جزء من حسن القضاء أن تبحث عن صاحب الدين اللي تعطيه له يعني ليس من حسن القضاء لأن الرسول اللي لما جاء جي اليهودي واشتد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بثوبه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عمر كنا كنا أحوج إلى غير ذلك يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء فمن حسن القضاء أن أبحث عن صاحب الدين عند حلول دينه وأعطيه له وأنا مأمور بحسن القضاء فأنا علي أن أبحث عن صاحب الدين وأقضيه له ليه؟ لأن الشخص هل جزاءه الإحسان إلا الإحسان؟ ما هو صاحب الدين ده لما ترك الدينه إلى الوقت الذي يسدد فيه ده كان من لطف ربنا بيه فلازم أنا ماذا؟ أسعى في تسديد الدين يبقى لازم أسعى في تسديد الدين يبقى تسديد الدين يبقى تسديد الدين ده أمر مطلوب شرعا فلذلك علي أن أنا أبحث عن صاحبي هذا الدين يبقى أول حاجة لو علي فلوس وكنت نوى سدها والشخص المفروض أن أسدده له ما بقيتش أشوفه ولا أسمع عنه أي حاجة تبحث عنه تسأل الناس للمقربين وتسأل الناس من تصل إليه مش أنك أنت لو ما لقيتهش يبقى خلاص بركة بركة يا جامعة لا تبحث عن صاحبي هذا الدين ليه تسدده له لأن أنت لو فعلت ده يبقى أنت فعلت المطلوب منك شرعا يبقى عليك أن أنت تبحث عن صاحب الدين وتسدده له ترجمة نانسي قنقر